للدموع حتى في ساحته الداخلية ومن هنا انطلقت تظاهرات جمعة لحس الكوع بعد ان كانت مجموعات شبابية قد دعت اليها كما دعا حزب الامة لاعتصام امام هذا المسجد القيادي بحزب الامة صديق الصادق كشف للعربية عن اصابة محتج برصاص حي واخرين برصاص مطاطي لكن لم يتسن توثيق هذه المعلومات من مصادر مستقلة وقال شهود عيال العربية ان تظاهرات انطلقت في حي الدناقلا والحاج يوسف وشنبات في الخرطوم بحري وفي ام بدا في ام درمان اضافة الى مدينة الابيض في شمال كردفان وكسل شرق السودان ناشطون قالوا ان احتجاجات اخرى جرت في احياء بري والثورة ومدينة النيل والديم والجريف غرب وعد حسين ومايو والازهري في الخرطوم اضافة الى السامراب والدروشاب والصافية ومدينة مدني في وسط السودان وكوستي على النيل الابيض وبارة في شمال كردفان لكن لم تؤكد مصادر مستقلة حتى الان هذه الانباق وكانت الحكومة السودانية قد قللت مرارا من شأن هذه الاحتجاجات واكدت ان التقشف اقتضته الضرورة معاولة على تفهم الشعب السوداني بحسب قادته الرئيس السوداني عمر البشير كان اشار في وقت سابق الى ان الاحتجاجات يقوم بها شذاذ افاق على حد وصفه وسخر من المحتجين مؤكدا انه يتجول بسيارة مكشوفة في شوارع الخرطوم ويلقى الترحاب من الناس ويبدو ان يوم الجمعة هذا يكتسب اهمية خاصة بالنسبة للطرفين باعتباره اختبارا لارادة الحكومة كما هو بالنسبة للمتظاهرين اتابع من هنا من الاستوديو مع خالد دعويس الكاتب الصحفي السوداني اهلا وسهلا بك معنا زميل خالد الكثير يتساءل هل هي الثورة التالية في ثورات الربيع العربي اهي ثورة في السودان ربما هناك مؤشرات ربما تتضح اكثر خلال الاسبوع القادم لكن بلا شك ان ما نراه اليوم من احتجاجات يعني هذه الاحتجاجات اليوم يتسع نطاقها تدريجيا جغرافيا وبشريا بمعنى الكثافة البشرية التي تشارك اليوم اكثر من السابق واتساع نطاق الاحتجاجات في عدد اضافي من المناطق في الخرطوم وفي مدن اخرى هذا يؤشر على ان ربما تقود الى ثورة نعم لكن خالد الصراع ما بين المعارضة السودانية والسلطة معروف واستمر لسنوات طويلة ما بين شد وجذب يعني الكثير من الفصول ما الذي يختلف هذه المرة في هذه الاحتجاجات عن بقية الصراعات السابقة الذي يختلف هذه المرة ان من يقود الاحتجاجات الآن في الشارع ومن بادر بهذه الاحتجاجات هم الشباب شباب من المجموعات الشبابية الناشطة في السودان وشباب من داخل القوى السياسية المعارضة هؤلاء الشباب تجاوزوا حتى القيادات السياسية القوى السياسية في اعتقادي لم تشارك الي الان بنسبة مئة بالمئة ربما تنتظر ربما تشارك في الاسبوع المقبل أو خلال الايام المقبلة وهذا اذا شاركت الاحزاب بفاعلية اكبر ربما تعطي هذه الاحتجاجات زخم اكبر وربما تتحول الى ثورة بالفعل عموما لا زالت هناك احتجاجات حتى هذه اللحظة في الخرطوم ومتوقع ان تكون هناك مظاهرات ليلية ايضا هو الاسبوع الثاني نحن الآن ندخل الاسبوع الثالث طبعا هذا الثالث هذا يلقي بأعباء كبيرة جدا وارهاق على الاجهزة الامنية وقوات الشرطة وبتواصل واستمرار هذه الاحتجاجات انا اتوقع هل الحجم هذه التظاهرات الاحتجاجية تسعى في المكان وعداد المشاركين الى الان اعتقد ان المحتجين يعملون من خلال تكتيكات الهدف منها هو ارهاق القوى الامنية واجهزة الشرطة وهذا الارهاق نتج عنه اليوم اصابة محتجين برصاص مطاطي حسب بعض المصادر ورصاص حي بحسب بعض المصادر الاخرى الى الان الاحتجاجات الى حد كبير هي احتجاجات محدودة بعمليات كروفر القصد الاساسي بحسب التكتيكات في اعتقادي انها من اجل ارهاق القوى الامنية وقوات الشرطة في السودان وهناك ارهاصات لهذا الارهاق بدأت تظهر في الشارع شكرا جزيلا لكم خالد عويس الكاتبة الصحافي كنت معنا هنا في الاستوديو اشتركوا في القناة